السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم كالعادة كنتمنا تكونوا كلكم بصحة جيدة وبخير على خير مايفوتنيش اني ارحب بالمشتركين الجدد ونشكركم بزاف على التعليقات الاكتر من رائعة شكرا جزيلا لكم واحد واحد لكل واحد اعطى من وقته باش يخليلي اياه كلمة طيبة اللي كتشجعوا كتدخل فرحة القلب فشكرا لكم بزاف 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 اه مشيوا نشوفوا الوصفة ديال اليوم غادي نحضروا مسمن عجيب كي يجي اكتر من رائع مسمن بالحليب كي يجي لديد بزاف مورق وشكل دياله كي ما كتشوفوا كي يشهي غادي نعطيكم طريقة تحضير بالتفصيل حتى المبتدئات اللي معمرهم حضروا مسمن اولى البنات اللي يلا كيديروا الخطوات لولا ديالهم في الكوزينة اه يقدروا باذن الله يحضروا بطريقة ناجحة اه الى عجبتكم الوصفة كالعادة متنسوش تديروا لايك ولك نشوه مازال مشتركتوش في القناة وعجبوكم الوصفات مرحبا بيكم اشتركو وما تنسوش تفعلوا الجرس باش ما تفوتكم حتى وصفة يلا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير لتحضير العجين انا خديت هنا 500 جرام ديال الدقيق الابيض و250 جرام ديال الفينو او الدقيق الاسفر في بعض الدول كيسميوه السميد الناعم غنضيفو عليهم شوية ديال الملحة ونخلطو هاد المكونات الجافة ثم كنضيفو معلقة كبيرة ديال العسل الى ما كانش العسل ممكن نضيفو معلقة صغيرة ديال السكار سنيدة هاد العسل كيعطي للمسمن لون رائع ولدة وايضا قرمشة وغاديجمعو هاد العجين بحليب دافي لان الجو بارد فكنديرو الحليب دافي غنبقى ونضيفو الحليب حتى كنحصلو على العجين يكون مطلوق وكيلسق باليد ماشي بحل العجين ديال المسمن اللي كان عجنوه بالماء فكيما كتشوفو هنا مازال العجينة خصها الحليب خصها تكون مطلوقة وكتلسق باليد انا غنضيف مازال شوية ديال الحليب دافي المسمن العادي اللي كان عجنوه بالماء كنخليو العجينة شوية شادة في راسها ومليه كنخليوها ترتاح كتطلق بعكس هاد العجين اللي كنديرو بالحليب إلا خليناها شاد دراسها فغتزيد تقصاح من اللي كيبقى العجين يرتاح هنايا أنا ضفت نص كاس ديال العنبة غنعطيكم المقادير بالضبط فهنا ضرت نصي طرو ديال الحليب في الأول نصف لتر وزيت دابة نص كاس ديال العنبة فكيما كتشوفو كان حصلو على العجين اللي يمطلوق وكيلسق باليد أنا قبل ما ندلكو كنخليه يرتاح في بلاستيك غذائي أو في إناء ديال البلاستيك كنخليوه يرتاح على الأقل 15 دقيقة هي كل ما بقى يرتاح كل ما كيكون أحسن نخليوه ساعة أو ساعتين من بعد كنرجعو ليه باش ندلكوه هنتو ما كتشوفو العجين من اللي يرتاح كيو اللي بحلا دلكناه من قبل دابة غن دلكوه ما غديش يبقى مطلوق بحلقة ملي غن دلكوه غدي ولي شوية شاد دراسه ونصيحة من عندي إلا كنتو غتحضروه لمسمان فعجنوه العجين في الصباح أنا دائما كنعجن العجين في الصباح باش كياخد وقتو أنو يرتاح هنا دلكت العجين واحد شوية ورجعتو للإناء دهنتو بشوية ديال الزيت باش ما يلسقش وغطيتو بالبلاستيك الغذائي وغدي نسد عليه وغنخليه يرتاح مرة أخرى كنكروا هاد العمليات ثلاثة ديال المرات هنتو ما كيما كتشوفو العجين كي كيولي كيولي عجين رائع جدا إلاستيك من بعد كندهنو إيدينا بالقليل من الزيت وكنقطعوه الكويرات وكنحطوه في صينية اللي دهنناها كذلك بشوية ديال الزيت الحجم ديال الكويرات كيبقى حسب الرغبة ونأكد أن العجين كل مرتاح كل ما كيكون أسهل أننا نورقوه حاولوا أنكم تعجنوا العجين ديالكم اللي دخلوه الصباح في الكوزينة وكتبقى وانتو ما كتقضيو الشغال ديالكم في الكوزينة مرة مرة كترجعو لي كدلكوه وكتخليوه يرتاح هنا أنا غطيته ببلاستيك غدائي وغنخليه يرتاح حتي يتطلق ينخليه ساعتين أو أكتر حتي كي تطلق وغادي نبدو نورقوه أنا خديت هنا الزبدة ديبة مخلطة مع الزيت ممكن تورقوه غير بالزيت وأيضا خديت شوية ديال فينو كندهنو سطح العمل بالزيت وغنعطيكم دبا واحد لاستيس إلى القيتو العاجين مازال ما تطلقش يعني يجاكم صعيب أنكم تورقوه فكتبسطو الكويرات واحد شوية كتاخدو جوج أو لا ثلاثة ديالكويرات كنبسطوهم غير واحد شوية وكنخليوهم دقيقة ولا جوج وكنرجعو نبدو بأول كورة فكلقوها أنها تلقات وكيجينا سهل أننا نورقوها كنبدو نورقو لمسمن ديالنا وكل ما كان لمسمن العاجين رقيق كل ما كيكون لمسمن ناجح يعني غدينورقو حتيبا لنسطح العمل وبالنسبة للمبتدئات غتجيكم العملية صعيبة في الأول ولكن مع الممارسة كل شي غادي يسهل كندهنو العاجين بخليط زبدو الزيت وكنقلبوه وكنبدو نورقو فهد الخليط تديال زبدو الزيت كيساعدنا أن العاجين ما كيلسقش لنا في سطح العمل وغادي نبدو نجبدو غير بشوية فهنا العاجين كل ما خد وقتو الكافي فراحة وكان مدلوكم زيان كل ما كيسهل علينا أننا نديرو هد العملية بلا ما يتقطع وإلا تقطع واحد شوية ماشي مشكيل المهم أنه ما يتقطعش بزيف وحنا كنجبدو كننبازي أو لكن نركزو على الوسط ديال العاجين كنحاولو نجروه من الوسط وطبعا ما ننسوش الجوانب لأنهم كيبقوا غلاد فسير في هده الطريقة ديال التوريق اللي عجبات بزيف ديالناس وكيجيوني أسئلة كتير عليها سير كله كينفدلي كفراحة ديال العاجين إلا تبعتو الطريقة اللي عطيتكم فغادي إن شاء الله غا تنجح معاكم هده الطريقة كان دهنو الوجه ديال العاجين بخليط زبدو الزيت ما نكتروش وكان نرشو شوية ديال الفينو ثم كان طويو لمسمن ممكن طويوه بالطريقة العادية يعني على ربعة أو لا طويوه بهالطريقة اللي غادي نعطيكم دابة كان نرشو شوية ديال الفينو هنا وغادي نطويو على ثلاثة يعني عوض جوجطيات أنا غا ندير هنا يا ثلاثة طويو الطوية اللولة والثانية وهدي الثالثة صافيو وكنحطوها ترتاح وكندوزول لمسمنا الموالية دائما ندهنو سطح العمل بالزيت هدي غا نشوفوها بسرعة باش ميجيناش الفيديو طويل وكنبدو نورقو ونأكد ضروري أنكم تورقو العجين مزيان باش يجيكم لمسمنا ناجح كندهنو بخليد زبدو الزيت ونقلبو العجين وكنستمرو نورقو بهالطريقة فهو كل مرتاح كل ما كيما كتشوفو كيجي سهل جدا فالطوريق إلا كالعجين ما مرتاحش فغادي انتو ما غادي تجبدو هو غادي يرجع كيما كان فكيكون مطاطي يعني كيجي صعيب فالطوريق نحاولو نجبدو واحد شوية وإلا تقطع شوية ماشي مشكيل غير ما يتقطعش لكم بزاف المهم أنكم تورقوهم زيان والناس اللي ما كيقدروش يدلكو العجين بيديهم ممكن أنهم يدلكوه بالعجانة ماشي مشكيل ما نسوش الجوانب ثم ما كنرشو الزبدة والزيت وما نكتروش غير القياس ثم ما كرشو شوية دي الفينو كذلك الفينو ما نكتروش باش ما يجيناش لمسم من قاسح وكنطويو نرشو الفينو ونعودو ونطويو على ثلاثة نقادو الجوانب سافي وكنحطوها وكندوزو للمسمنا الموالية حتى كنكملو المسمن كلو ثم كناخدو اول المسمنا حضرنا هي هادي نورقوها مزيان لانا الى درنا هاد الطوية اللي درت انا فكينين طبقات دي العجين كتير فباش ما يجيناش لمسم من غريض كنحاولو اننا نبسطوه مزيان ثم كنمشي ونسخنو مقلاء دي المسمان اللي تكون طقيلة نرشوها بشوية دي الزيت وكنبدوو نطيبو المسمان ديانا كنحطوه على الجهة اللولة تواني فقط وكنقلبوه ما كنخليوهش على الجهة واحدة حتى كيتحمر الا كنبقاو نقلبو فيه هذا هو السر باش كيتنفخ لنا كيما كتشوفو كنحمرو الجهتين بجوج في نفس الوقت وكنبقاو نقلبوها حتى كتتحمر القياس اللي بغيتو سافيو كنحطوه مسمنة اخرى كنحطوها على الجهة اللولة تواني فقط وكنقلبوها قبل ما تتحمر وكنعودو نرجعوها للجهة اللولة سافيو كنبقاو نقلبوه وكيتنفخ فا مليكيتنفخ هذا كيعني ان المسمى الناجح وان هادوك الطبقات ديال العجين اللي لداخله ما تفرقو غاديجينا موراق ما غاديش يجي معجن صافي حتى كتتحمر وكنحيدوها وكنستمرو حتى نطيبو الكيمية اللي عندنا ديال المسمى كله وغاديكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحة والرحة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة